برّة برّة بغداد تفتح الرّة لماذا يجب أن نقف مع المتظاهرين في العراق؟ سؤال طرحه معهد ميدلست الذي حمل الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم حملها مسؤولية الفوضى التي تعصف بالعراق الموقع هو في تقرير للكاتب ماثيو آيتن قال إنه من الصعب تقديم حجة مقنعة أخلاقيا تمكن إدارة البيت الأبيض من التخلي عن دعم تظاهرات بكل بساطة بعدما تسببت به سياساتها من أوضاع مأساوية في هذا البلد تأزم الأوضاع ويأس العراقيين من إمكانية الإصلاح في ظل النخبة السياسية الحالية دفعت بسكان وسط وجنوب العراق إلى الخروج في تظاهرات حاشدة ولا تزال ضد فساد الأحزاب الحاكمة فيما رد رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال قوات النخبة من مكافحة الإرهاب لسحق الاحتجاجات بقوة الرصاص ليقتل أكثر من عشرين ويصيب المئات فيما يزال مئات آخرون غيرهم يقبعون في الزنازين حيث تعرض العديد منهم للتعذيب وبعضهم توفي على إثر ذلك الموقف الحكومي من التظاهرات يدفع للتساؤل بحسب تقرير المعهد عن حقيقة وطبيعة ما يسمى بالحكومة التمثيلية والضمانة الدستورية لحرية التعبير التي كثيرا ما كان وما زال يشيد بها بول برايمر العراب الأول لعملية سياسية اعتمدت على نهج المحاصصة الطائفية تقرير المعهد يتحدث عن واجبات أخلاقية تلزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص بشأن ضرورة الضغط على العبادي لكبح التجاوزات الوحشية ضد المعارضين له حيث شدد الكاتب ماثيو آيتن على الالتزامات الواجبة على كل من واشنطن ولندن تنفيذها تجاه العراقيين لمساعدتهم على تحقيق الأمن الدائم خاصة بعد عقود من قصف مدونهم واحتلال أراضيهم لافتاً لوجوب الوقوف مع المتظاهرين ومعاقبة الحكومة في بغداد على انتهاكاتها ضد المطالبين بحقوقهم المشروعة